الين الياباني يتراجع مقابل الدولار إلى مستويات هي الأدنى منذ العام 1990. فما الأسباب وراء ذلك؟ وهل يتدخل بنك اليابان لإنقاذ الموقف؟ بداية في حركة الين المتراجع إلى مستويات هي الأعلى. تكون العملة اليابانية قد انخفضت إلى مستوى 155 ينا مقابل الدولار أمريكي. وبالتالي هي المستويات الأقل منذ العام 1990. وهذه الحركة كيف كان أداء الين الياباني بشكل عام. لكن ماذا عن الأسباب وراء هذه الانخفاضات؟ بداية الدولار الذي يحوم حول أعلى مستوياته في خمس أشهر. وفي المقابل يكون ذلك نتيجة بيانات التضخم القوية. إذن كانت هذا السبب الرئيسي وراء هذه المعطيات. لكن ماذا عن التصريحات الصادرة من اليابان لحماية وإنقاذ هذا الموقف؟ بداية بالنسبة لوزير المالية الياباني. يتحدث نراقب تحركات العملة عن كثب. وسوف نستجيب حسب الحاجة. بينما محافظة بنك اليابان عن ماذا يتحدث. يقول قد نرفع الفائدة مرة أخرى. إذن خفض الين وتفاقمت هذه الأزمة وراء مسألة التضخم. وعليه نكون أمام مستويات متدنية بشكل عام. والجميع يراقب وينتظر اجتماع بنك اليابان والقرارات المتوقعة من ذلك. طبعا الاجتماع سوف يكون يوم الجمعة السادس والعشرين من إبريل. والتوقعات على إبقاق السياسة النقدية دون تغيير. طبعا بنك اليابان المركزي كما نعلم كان قد رفع من الفائدة في مارس الماضي. كان ذلك للمرة الأولى منذ العام 2007. والسؤال هل يتدخل بنك اليابان مرة أخرى لإنقاذ الين؟